عدنا من جديد أهلا بكم إلى العراق حيث قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في التصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية إن بلاده لا تعطي أي مجال لاستخدام أراضيها قاعدة لشني هجمات على أي دولة وذكر الرئيس العراقي أن بغداد باشرت بتنفيذ اتفاق أمني أبرمه البلدان في وقت سابق هذا العام لحماية حدودهم المشتركة مؤكدا أن القوات الأمنية للطرفين موجودة على الحدود كان رئيس الأركان الإيراني محمد باقري قد أمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة للطهران ونقلت وكالة ماهر عن باقري تهديده بتصعيد الأعمال العسكرية ضد إقليم كردستان في حال لم تفي بغداد بالتزاماتها بشأن المسلحين الكرد وضف باقري أن القوات البرية في الحرس الثوري أوقفت عملياتها العسكرية ضد المسلحين بعد تعهد بغداد بنزع سلاحهم مؤكدا سنفع عملياتهم في حال بقي الحال كما هو دون تغجير ترجمة نانسي قنقر يضم إلينا من بغداد مرسلنا مصطفى سلمان مصطفى يعني لو تزودنا بتفاصيل تهديد إيران للعراق كذلك تصريح الرئيس العراقي ردا على هذه التهديدات نعم التحذيرات الإيرانية يبدو أنها جاءت في إطار التحذير من نشاط تنامي أو تنامي نشاط جماعات الكردية المعارضة لإيران في شمال العراق رئيس الأركان القوات البرية الإيرانية محمد باقري قال أن نشاط هذه الجماعات يشكل قلق بالنسبة للنظام الإيراني وأنها لن تتوانى في تنفيذ أي هجمات مسلحة ضد هذه الجماعات سواء على شكل ضربات صاروخية أو هجمات بالطائرات المسيرة ما لم يتم إيقاف ونزع الأسلحة منها بحسب اتفاق جرى ما بين الجانب العراقي والجانب الإيراني في وقت سابق منذ فترة طويلة كانت هناك ضربات متكررة على الشريط الحدودي ما بين العراق وإيراني هناوئ لها في الداخل العراقي وتتخذ من بعض المناطق منطلق لها لتهديد المنطقة الحدودية مع العراق بالمقابل نعم نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مرسلنا مصطفى سلمان على كل حال شكرا لك مصطفى على هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر